موسيقى السلام عليكم جاوز السودان مئة يوم من قتال طرفاه رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق الأول الركن عبد الفتاح الورهان ومن الجهة الأخرى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميتي ومع الشداد القتال واستمراره وإخفاق الجهود الإقليمية والدولية في إلزام فريقي القتال بهدنة جدية وطويلة تتمخض الصورة عن مشاهد مقلقة في السودان ألاف القتلى وملايين المهجرين والنازحين وخروج مؤسسات حيوية عن العمل فضلا عن عاصمة مدمرة وأعمال نهب وقتل يتهم بارتكابها مقاتلون تابعون لقوات الدعم السريع وبالرغم من كل ذلك فإن وزير الخارجية السوداني علي الصادق يعلن رفض القبول بأي هدنة مع قوات الدعم السريع ما لم يخرج مقاتلوها من المرافق العامة وبيوت المدنيين نتوقف في حديث العرب مع دلالة موقف الخارجية السودانية واشتراطاتها ومع الموقف الدولي والإقليمي مما يجري في البلاد وتأثيره المتواضع فضلا عن طوق نجاة يبحث عنه السودانيون لإنقاذ بلادهم من الانضمام إلى قافلة البلدان العربية المدمرة التفاصيل بعد التقرير خسائر فادحة ومعاناة متفاقمة وكارثة إنسانية جديدة في السودان تضاف إلى قائمة كوارث المنطقة مئة القتلى وألاف الجرحة ومئات الآلاف من النازحين واللاجئين بحسب تقديرات غير مؤكدة لقلة المعلومات ناهيك عن أزمة حادة في الغذاء والماء والدواء والوقود وارتفاع كبير في أسعار السلع ووسائل المواصلات بسبب الحرب المشتعلة منذ منتصف نيسان الماضي بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها خصمه حمد حمدان دقلو الشهير بحمدتي ولقد صدقت توقعات المحللين الذين ذهبوا منذ الأيام الأولى للاجتباكات إلى أن المشهد في السودان يتجه لاحتمالات أكثر دموية بالنظر إلى موجة الإجلاء المتسارعة للدبلوماسيين والرعاية الأجانبي آنذاك فرقعة المواجهات اتسعت والمعارك احتدمت دون بريقة أمل لحل قريب ينهي الأزمة ويحقن دماء السودانيين وعلى الرغم من عدم وجود مسار تفاوضي فاعل في الأزمة إلا أن وزير الخارجية السوداني علي الصادق أكد أن قبول الحكومة بهدنة جديدة مشروط بالتزام قوات الدعم السريع بإخلاء المرافق العامة والخروج من بيوت المواطنين والكفي عن عمليات السلب والنهب وقطع الطرقات وتعطيل حياة الناس بحسب تصريحاته التي رجح بعض المحللين أنها قد تؤشر لاختلاف في ميزان القوة لصالح الجيش ربما خلال الأيام المقبلة في المقابل تؤكد قوى الحرية والتعبير أن حل الأزمة السودانية لن يكون إلا بجهود أبناء السودان وحدهم معلنة فشل كافة الجهود الدولية والإقليمية بسبب انحيازها وعدم حيادها وتفضيلها لطرف على حساب الآخر هو المربع الأول إذن تقف عنده جميع أطراف الأزمة في السودان باحثة عن ضوء في آخر نفق الصراع لعله يكون الفرصة المنتظرة لإنقاذ الدولة ووقف نزيف الدم السوداني للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتور علي عبد الرحيم أستاذ في كلية الدراسات الاستشراقية والإفريقية وعبر زوم من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتور محمد حسب الرسول الكاتب والباحث في الشؤون الإقليمية ومعه نبدأ من بيروت دكتور محمد يعني بعد دخول الحرب والقتال في السودان في شهره الرابع سرعان ما سارع كثير من الكتاب سواء كانوا سودانيين أو غربيين إلى الحديث عن انهيار الدولة السودانية يعني البلاد الآن مهددة بالانهيار هذا الحديث عن انهيار السودان في رأيك هو عملي وواقعي أم أنه من قبيل المبالغة لا أسمعك دكتور طيب طيب ريثمة حل هذه الإشكالية نتجه إلى لندن مباشرة دكتور علي عندما يتحدث عن انهيار محتمل للدولة السودانية السؤال هو ما نوافع المراقبين للحديث عن هذا الموضوع الدوافع أنا أظن أنها مفهومة لأنه الدولة التي قامت على أسس الدولة القطرية خصوصا في عالمنا العربي وهذه نشأت جميعها بعد الاستعمار عندها مؤسسات وعندها هيكل معروف فعندما يكون البلد عرضة لأنه مؤسساته الأساسية وخصوصا مؤسسة كمؤسسة القوات المسلحة تكون عرضة لأنها تزول مقابل استيلاء مليشيا مسلحة تعمل بالأجر وتنتمي إلى إثنية معينة يعني إثنية قبلية وعشائرية فهذا فيه إشارات واضحة لأنه هيكل الدولة كما هو معروف عرضة لأنه يزول احتمال استيلاء المليشيا على الحكم في السودان لا زال في تقديري مستبعد ولكن الكلام عن خطر زوال الدولة السودانية لا أظن أنه بلا سند السند موجود والشواهد عليه موجودة والحذر أيضا ينبغي أن يكون موجود إذا ما اقترب السودان من هذا المصير الذي لا نتمناه ولا يتمناه أي إنسان عربي في هذا الوجود فما مظاهر الانهيار المتوقع أن تشاهد في السودان إذا ما حصل المحذور منه هذه يعني عديدة للأسف أولها سيكون استباحة عاصمة السودان والمدن الأساسية استباحة كاملة عبر غزاء دخلوا أرض السودان من إما أطرافه البعيدة أو من دول أخرى المليشي التي تقاتل الجيش السودان الآن مليشي الدعم السريع متكونة في عناصرها من عدد طيف واسع من عرب ساحل إفريقيا هذا يشمل دارفور نفسها كما يشمل أيضا تشاد ويشمل النيجر ومالي وربما هناك أيضا مرتزقة من دول أخرى القوات المسلحة بيّلت أنها قبضت على مرتزقة من جنسيات من دول أخرى غير دول الساحل ولكن دول الساحل مهمة لأن الرادة الإثني بينها يشكل حافزا على القتال عقون دكتور علي أنت تتحدث عن ربما تكون هذه النتائج التي تلي سقوط الدولة لكن مظاهر سقوط الدولة إذا ما تحدثنا مثلا سقوط الجيش أو سقوط مؤسسات الدولة الحيوية وبعض القطاعات التي تقوم بإدارة البلاد هل هذا لم يتحقق حتى الآن برأيك؟ كلا لم يتحقق حتى الآن الدولة متماسكة لأن القتال أولا لا زال سجالا داخل الخرطوم الجيش متماسك وأنا أظن أنه في الفترة الأخيرة أصبحت عنده اليد العليا في المعارك وفيما عدا الخرطوم وبعض المدن في دارفور كل السودان الآن لا زال متماسك كدولة لم يخضع لسلطة الدعم السريع ما فائدة كل السودان أن يكون مثلا متماسكا تحت إمرة الجيش في حين يرجح مراقبون دوليون قائلين بأن 85% تقريبا من الخرطوم هي تحت قبضة قوات الدعم السريع نعم لا أنا لا أرى بأس في هذا أنا في 2019 كتبت عن احتمال وقوع معركة بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم وكان توقعي أن هذه المعركة ستكون نتيجة أن الخرطوم بكاملها ستسقط في يد الدعم السريع ولكن هذا حتى في ذلك الوقت في 2019 لم يعني بالنسبة لي أن السودان سقط في يد المليشيا يعني الدول صحيح العاصمة هي المركز ولكن هذا لا يعني أن الدولة ستسقط إذا سقطت العاصمة بالضرورة والتاريخ فيه أمثلة على هذا كثيرة يعني يمكن أن نتذكر مثلا موضوع روسيا يا نابليون ولكن على كل حال توقع أنه حتى الخرطوم لو كان استقطت بالكامل في يد الدعم السريع لا زال السودان متماسك وقادر ليس فقط على الاستمرار كدولة وإنما قادر على تحرير الخرطوم من يد المليشيا والجيش عنده انتشار واسع جدا في الأقاليم ويمكن كان أنه وهذا جزئيا حصل الآن يسحف بقوات من خارج الخرطوم ويحاصل الخرطوم حتى يعني يستردها ويحررها من مليشيا الدعم السريع لا أظن أنه سقوط العاصمة بالضرورة يعني أن الدولة سقطت والعاصمة الآن لم تسقط العاصمة الآن كما ذكرت الكلام عن 85% لا أظنه دقيق لأنه ربما هذه الإحصاءات تقوم على المظاهر والمظاهر هذه أفلحت مليشيا الدعم السريع في الظهور في الشوارع العاصمة وبينت للناس أنها عندها وجود كثيف ولكن لا أظن هذا المعيار الصحيح لقياس مدى سيطرة قوة ما على العاصمة الجيش لا زال متواجد وبأعداد كبيرة جدا داخل العاصمة ولكن دكتور علي عندما تسيطر قوات الدعم السريع أو ما تسمى سودانيا على الأقل بمليشيا الدعم السريع عندما تسيطر على الجزء الأكبر من القصر الرئاسي وعندما تسيطر على الإذاعات وعندما تسيطر على الجسور الحيوية الواصلة بين مدن العاصمة الثلاث السودان وبحري وأمدرمان ألا يعني ذلك بأن أمور العاصمة تكاد تحسم لمصلحة قوات الدعم السريع؟ لا يعني ذلك لأن هذه سيطرت عليها في اليوم الأول بل الأصح أن نقول أنها كانت موجودة في هذه المواقع قبل اندلاع الحرب لأنه كانت في ذلك الوقت قوة رسميا لم تكن متمردة على الدولة ولكن عندما تمردت على الدولة استفادت من وجودها السابق في هذه المواقع وأعلنت أنها سيطرت عليها وأنا أظن أن هذا ليس معيارا صحيحا في قياس سيطرت هذه المليشية على العاصمة ولا على دولة السودانية في مستهل حديثك ذكرت بأن احتمال سقوط أو انهيار الدولة السودانية أو تحولها إلى دولة فاشلة هو احتمال وارد على ما تبني رأيك أو فرضيتك؟ أنا ذكرت أن احتمال وارد ولكن ذكرت أيضا أن احتمال ضعيف والفرضية قائمة على أن هناك قتال يجري الآن وبسند من شعوب قادمة من ساحل إفريقيا سندا لقوات الدعم السريع وسند إقليمي أيضا هناك دول عندها مصلحة في نصرة قوات الدعم السريع وهذه عندها دعم مستمر قبل الحرب وبعد الحرب دول مثل ماذا؟ أي دول؟ يعني الدولة الأبرزية الإمارات طبعا نحن نعلم أن الإمارات كانت نصيرة للدعم السريع قبل اندلاع الحرب لكن فيما يتعلق بالجوار لأن الجوار مهم جدا في حسم قضية الوافدين إلى القتال من الخارج مصر ليس لها مصلحة في قوات الدعم السريع وكذلك إثيوبيا فيما يبدو ولا جنوب السودان فعلى ما يعتمد دعم السريع في تعضيذ قواته؟ يعني أنا أختلف مع القول أن أثيوب ليس لها مصلحة مع الدعم السريع المصالح بين الإدارة أو الحكومة في أثيوبيا ومع قوات الدعم السريع معلومة ومعلنة وهي قديمة أيضا يعني هي منذ أن ظهرت قوات الدعم السريع في موقعها العالي في إدارة السودان حرصت على أن يكون عندها علاقات ممتازة مع حكومة إثيوبيا وعندها استثمارات هناك وهناك أيضا إفريقيا الوسطى لا ننسى أنه هناك وجود عسكري كبير للدعم السريع داخل إفريقيا الوسطى مستفيدة من وجود قوات فاغنر الروسية سابقا والتي عندها علاقات أيضا راسخة مع قوات الدعم السريع وتشاد يبدو أنه موقفه غير واضح في الأول كان يعني ظننا أنه موقفهم كان مناصر للجيش السوداني ولكن يبدو أنه حصلت بعض التغييرات لم يتضح بعد على كل حال هناك يعني محاولة لمحاصرة السودان بدول من حوله عبر قوات الدعم السريع وعبر سند من هذه الدول المجاورة ولكن أنا لا أنصح بأنه نستهين بالدعم الذي يأتي من وراء البحار لأنه ربما يكون أكثر نجاعة وأثرا على أرض المعركة من الدول المجاورة بالحديث أعذرني دعني الصوت عادة من بيروت مرحبا بك دكتور محمد كنت قد سألتك عن فرضية انهيار الدولة السودانية وهي فرضية تبنىها بنسبة ما ضيفنا من لندن الدكتور علي دكتور علي إلى أي مدى ترى أن فرضية انهيار الدولة أو تحولها إلى دولة فاشلة هي فرضية عملية وليست من قبيل المبالغة على ألسنة بعض المراقبين في حقيقة الأمر الواقع على الأرض سأقول أن هذه الفرضية ليست فرضية قريبة ماذا؟ محصصة الدولة الرئيسة موجودة ومحافظة على قوتها وعلى حضورها وعلى دورها وأن هذا القتال لم يؤثر على قوة وحضور هذه المواقعات حتى الآن وبالتالي الحديث عن انهيار الدولة هو حديث ربما يأتي من باب التهويل والتخفيف أكثر من أنه يخاطب الواقع حتى مراقبون سودانيون تحدثوا عن هذا؟ ربما يكونوا بعيدين عن الأحداث صورة على أرض الواقع مختلفة تماما ما زالت مؤسسة الجيش وهي المؤسسة الآن في الدولة قوية وحاضرة ما زالت المؤسسة الأخرى موجودة ما زالت الدولة حاضرة حضورا كاملا في 17 ولاية من أصل 18 ولاية وبالتالي هذا الحديث يعني يجافي الواقع وهو ربما يكون نازج عن تقديرات بنيت على حسابات غير صحيحة وغير زغيرة يعني ربما تكون هذه الحسابات مبنية على التقدم الميداني وبين قوسين انتصارات أحرازتها قوات الدعم السريع فيما تسميه السلطة انقلابا أو تمردا على الجيش والقوات النظامية لكن فيما يتعلق في هذه الحالة ليس بالضرورة أن تفقد الدولة سيطرتها على كل شيء وإنما ضعف القوى الاقتصادية ضعف فعالية المؤسسات الحكومية خروج قطاعات حيوية عن الخدمة ربما يضعف الدولة السودانية ويحولها إلى دولة فاشلة السؤال هو إلى أي مدى سودان يمكن أن يلقى له بطوق نجاة ينقذه من هذا المصير الذي يضعه في خانة بعض الدول العربية التي دخلت هذا التصنيف يعني أنا أولا أتمنى من المعنيين في الصوت يراجع هذا الأمر أن الصوت من السوديو ما زار ضعيفا ولكن إذا كنت تسمعني أنا أسمعك الحسن أنت سؤال دكتور أن الانتصارات التي يتحدث عنها البعض للدعم السريع هذه انتصارات ربما تكون موجودة في أزهان البعض ولكنها على الواقع ليست موجودة ليست مناكعية انتصارات الدعم السريع اختفت جميع مراكزية العسكرية داخل الخطوم وخارج الخطوم وفي الأيام الماضية حتى الولايات التي كانت له فيها بعض المراكز العسكرية أصبحت في يد الجيش بالشكل كامل وبالتالي ليس هناك أي انتصار الانتصار الوحيد الذي يمكن أن يصور أنه انتصار هو وجود هروق هذه القوات من المعارك الحريقية واحتمائها ببنوت المواطنين وبالمستشفيات وبقية الأعيان المدنية يعني ليس هناك وجود لهذه القوات في معادل حبيبية الوجود الفعلي هو داخل الحياة السكنية هذا لا يمكن أن نسميه انتصار هذا أي حال من الأحوال طيب لو عدت مرة أخرى إلى لندن دكتور علي وأنت قلت بأنه من المحتمل ممكن ولو لم يكن بنسبة كبيرة حصول تحول السودان إلى دولة فاشلة هل هناك طوق نجاة يمكن أن يلقى للسودان تجنبا لهذا المصير يعني طيقان النجاة ممكن تأتي من مصادر عديدة ربما يخدم القدر السودان يعني الظروف تخدم السودان بأن القوة التي تسند مليشي الدعم السريع يعني تلتهي بنفسها ولكن طبعا أنا أظن أن التعويل الحقيقي هو على أبناء السودان يعني الجيش الآن يقاتل وقد أعلن الاستنفار سابقا ويعني يدعو أبناء السودان الآن للانخراط معه في القتال هذا أظنه طوق النجاة الأساسي للسودانيين من هذا لكن من جانب آخر دكتور علي يعني معذرة من جانب آخر هذه الدعوة لأبناء السودان للانخراط في صفوف الجيش قد تفهم من جانب آخر على أنها تعبير من تعابير الضعف الذي يعاني منه الجيش ميدانيا لا كلا هذا ليس بالضرورة الإشكال الإشكال ليس في ضعف الجيش وإنما في اختلال مليشي الدعم السريع والغزاء الموجودون في الخرطوم الآن لدور وبيوت المواطنين ودخولهم للمستشفيات والمرافق العامة أصبح مواطنون مدينة الخرطوم الآن دروعا بشرية يحتمي بها المقاتلون من مليشي الدعم السريع لذلك لحل هذا الأمر في تغذيه بالإضافة التي هي طبعا جوانب أخرى التي هي الإضافة العددية التي يمكن أن يشكلها المتطوعون من أبناء السودان حل هذا الموضوع يكون بإنخراط أبناء مدينة الخرطوم بالتحديد في القتال مع الجيش يعني عوضا عن أن يكونوا جالسين في البيوت عزلا من السلاح ويتعرضوا لحالات النهب والقتل والاقتصاب والتشريط والتهجير من بيوتهم على يد القوات الغازية الأفضل أن يكونوا مسلحين مدربين قادرون على الدفاع عن أنفسهم من هذا الباب فقط هذا ربما دكتور علي يحتاج إلى إقناعهم بأن هذا القتال ربما نتيجته يتوقف عليها مصير السودان ومستقبله كيف يمكن إقناع هؤلاء وهم فيما يبدو أنهم لم يقتنعوا بهذا القتال وبأنه ذا جدوى لمستقبل السودان أنا لا أدري من أين يعني ظلنت أنهم غير مقتنعين أنا أؤكد لك أن أبناء السودان متحرقون للقتال للدفاع عن أنفسهم حتى لو كان يعني غرضهم في هذا ليس نصرة جهة أو أخرى غرضهم الأساس سيكون الدفاع عن أنفسهم عن بيوتهم عن ممتلكاتهم عن أعراضهم التي كلها تعرضت للانتهاك تحرقوا أبناء سودان تحرقوا للانخراط في هذا الأمر وتأخر فيه الجيش الجيش يعني أعلن عن هذا متأخرا وكان هذا النداء استجابة لدعوة ونداءات متكررة من السودانيين بأنه يسمحوا لنا بأن نتسلح وندافع عن أنفسنا لأنه الجيش عنده حسابات ربما في دارة المعركة تكون غير قادرة أو غير سامحة بالدفاع عن كل بيت داخل الخرق فالأفضل السودانيين أنه يشاركوا في هذا طبيعي طيب أنا أسأل الدكتور محمد الدكتور علي يرى أن طوق النجاة لا بد أن يكون صادرا من الداخل أو يلقى من داخل السودان هل تتبنى هذا الرأي أم يمكن أن يكون للخارج إقليميا سواء كان إقليميا أو دوليا في تهديئة الوضع في السودان ووضع حد أو حل ناجز لهذا البلد دعنا أولا نؤكد أنه الخارج هو الذي صنع هذه الحرب وهو الذي خطط لها وهو الذي أعد لها وهو الذي دفعها وهو الذي دفع شركاء المحليين السياسيين والعسكريين في مليشي الدعم السريع لإتخاذ هذه الخطوة وإتخاذ البلد في هذه الأزمة ثانيا أن كل الجهود الإقليمية والدولية التي يتحدث عنها البعض لم تحقق أي نجاحات في دول سابقة هناك قضية سوريا وأزمة سوريا وأزمة الليبيا واليمن لم يفلح الإقليم ولم يفلح الجهود الدولية في إيجاد معالجة لها وبالتالي تجريبا مجرد هذا أمر يجب أن يتوقف عنده الناس قبل أن يلقوا إليه كل الجهود الخارجية الآن هي جهود تحاول استنقال مليشي الجنجويد وأن تتركهم ليرتجط عن فاتهم ويعيد تنظيم صفوفهم وثبت احتياجاتهم من الزخاير والمعزات العسكرية حتى يحافظوا على ما تبقى من هذه القوة وأن يطيلوا أمد الحق هذا الذي يتعى إليه الخارج إن كان على المستوى الإقليمية وعلى المستوى الدولي إذن أنت توافق مقالها الدكتور علي بأن الحل لابد أن يكون من الداخل وهو بالحسم العسكري بكل تأكيد الداخل هو الذي الآن يمنع الجيش نفسه من أن يلجأ إلى الخارج بحثا عن حلول خارجية الداخل والشعب الآن يرتفع اتفاق استثنائي وتاريخي حول الجيش ويرفض أي جهود يمكن أن تبزل من الخارج أول سيد صبع لها والتجارة من الداخل فيما يتصل بعمليات الداخل والشعب والمجتمع بعد عن كلمته موحدة ورأيه واضح أن هذه المعركة يجب أن تشتم يجب أن تشتم إما بالقضاء على هذه الماليشيا أو أن تعلن هذه الماليشيا استفلام ما تبقى من قوتها الموزعة والمنتشرة داخل الأحيات السكنية وفي بيوت الناس متغير جديد دخل على خط الصراع في السودان وهو اشتراط الخارجية السودانية خروج قوات الدعم السريع من المرافق العامة ومن بيوت المواطنين قبل القبول بأي هدنة مع هذه القوات متغير نريد أن نبحث دلالته في الساحة الميدانية ولكن بعد فاصل قصير هنا بوتقة الحضارة ما هي برداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات مجملة الآن أصبحت 7000 سنة أهلا بكم هذه عودة لاستئناف الحديث عن 100 يوم من القتال في السودان سريعا أذهب إلى لندن دكتور علي عندما يتحدث وزير الخارجية السوداني بأن لا يمكن القبول بأي هدنة مع قوات الدعم السريع إلا إذا خرجت من المرافق الحكومية وبيوت المواطنين واشتراطات أخرى في أي سياق تقرأ هذا التطور إذا صح أن نسميه تطورا؟ هذا يقرأ أيضا في السياق الذي ذكرته لك سابقا وهو الدفع الذي يأتي من السودانيين أنفسهم لأن الكلام عن اشتراط خروج الدعم السريع من بيوت المواطنين والمرافق العامة نادى به السودانيون زمنا طويلا قبل أن يتحول إلى شرط ذكره وزير الخارجية السوداني هم نادوا بهذا لوقت ولكن المفاوضات كانت تجري للأسف وكانت هناك اتفاقات على الهدن يعني حصلت وبغض النظر عن درجة التزام الطرفان بهذه الهدن ولكن كان السودانيون يطالبون باستمرار أن لا يتم الاتفاق على هدن ما لم تخرج قوات الدعم السريع من بيوت المواطنين والمرافق العامة والمستشفيات وغيرها لذلك أنا أظن أن هذا يقرأ في نفس السياق الدفع الشعبي القوي للقوات المسلحة بأن مواقف تجاه هذه القوة المتمردة تكون أكثر حزما وقوة وهذا تمثل كما ذكرت سابقا في استفار المواطنين والسماح لهم بالتدريب والتسلح وأيضا في اشتراط خروج الدعم السريع من بيوت المواطنين قبل أن يجلسوا للتفاوض أو التوقيع الحقيقة قبل أن يوقعوا على أي هدنة مجددا نعم طيب دكتور محمد كل يوم من القتال يمر على السودان تزداد الخسائر البشرية وفي البنية التحتية وتتأكل قوة الاقتصادية والمالية للبلاد في ظل هذه الظروف هل يملك قادة السياسيون والعسكريون ترف الخيارات حتى يفرضوا شروطا أم أنهم ينبغي أن يوجدوا صيغة سريعة لوقف القتال والجلوس إلى دائرة الحديث الآن الداخل السوداني مجتمع السوداني بأحزابه الوطنية وحركاته السياسية الوطنية موحدون تماما وهناك حالة من التماسك الوطني خلف الجيش وهناك رؤية واحدة وواضحة عند الجميع تمت تشكيلات سياسية أخرى تريد أن تعيد عقارب الساعة إلى مدى من 15 أبريل نيسان 2023 وجريد أن تعود إلى السلطة من جديد لتخدم المشروع الغرب للتعمار في السودان الذي كانت الحرصية خطته البديلة هؤلاء لديهم بعض الاشترافات وبعض التطورات ولكن الداخل المجتمع السوداني بمكوناته الاجتماعية بمكوناته الدينية بمكوناته السياسية الوطنية موقف واضح وواحد وهو يدعو ويصير على أن يتم استكمال تحرير الخطون وحفظ مليشة الدعم السريع وينهاء هذه المعركة إما بالقضاء على هذه المليشة أو بضمار تسلامها وخروجها من بيوت المواطنين ومن العيان المدنيين ليست منالك الشروط علما بأن الشرط الخاص بخروج المليشة الجنجوية من بيوت المواطنين كان واحد من بنوز اتفاقية الهدن الأولى التي وقعت في جدة والتي بمجيبها تم تجديد الهدن لمدة طويلة أصالت عمد الحرب ومكنت الدعم السريع المتمرد من يعادة فاضي صفوفه ومن الانتشار أكثر في أوصات الأحياء السكنية وفي بيوت المواطنين هذا الشرط ليس شرطا جديدا إنما وافقت عليه هذه المليشة في آيار مايو الماضي حينما وقعت على اتفاقية الهدن الأولى وكل الهدن التي تجددت بعد ذلك تجددت وفقا لهذا الشرط ولكن الدعم السريع لم يفي بهذا الشرط ولم يخرج من البيوت ولم يخرج من المرافق الخدمية لأن خروفه من هذه المناطق يعني بشكل واضح وجليل انتهاء الحرب ويعني بشكل واضح انتهاء منسنقل ما يسمى بمليشة الدعم السريع دكتور علي يعني وضع قوات الدعم السريع الميداني الآن إن لم يكن في حالة جيدة فهو على الأقل ليس سيئا في ظل هذا الوضع ما الذي يرغم أو يجبر أو يلزم قوات الدعم السريع بقبول شروط مثل هذه في واقع ميداني نتابعه اليوم يعني اسمح لي أن أراجع هذه القولة أن وضعهم ليس سيئا لأن الوضع العسكري كما ذكرت سابقا هو سيئا ولكن يعني المعركة نفسها ما هو الغرض منها يعني الجيش السوداني ومواطنون مدينة الخرطوم غرضهم من هذه المعركة هو الدفاع عن أنفسهم والتحرير بلادهم وبيوتهم ويعني إنه يحافظ على ممتلكاتهم ولكن ما هو غرض أو غاية قوات الدعم السريع من القتال أو من المعركة التي تجري في الخرطوم الآن الإجابة على هذا السؤال في تقديره فيها معيار أفضل لقياس وضعهم العسكري أنا في تقديري الإجابة طبعا والتي أعلن عنها أنه هدفهم هو تغيير نظام الحكم في السودان وهذا تعبير مخفف لأنه الصحيح هو غرضهم الاستيلاء على الحكم في السودان وهذا أنا أظن أنه أصبح غير ممكن الآن يعني الغاية الأساسية من الحرب التي يخوضها الدعم السريع الآن أصبحت غير ممكنة وبالتالي وجودهم الآن وقتالهم يكاد يكون بلا هدف أفضل شيء يمكن أن يخرجوا به الآن هو السلام حتى لو كان وضعهم العسكري ليس سيئا كما قلت ولكن لا توجد غاية يقاتل من أجها سيظلوا على أرض المعركة إلى أن يفنوا أو يخرجوا باتفاق لذلك أنا أظن أنه قياس وضعهم من ناحية عسكرية من ناحية سيئة المعركة ينبغي أن نستصحف فيه هذا العنصر العنصر المهم وهو ما هي الغاية من القتال أصلا وهذه أنا أظن أنها في صالح جيش السودان وشعب السودان وليست في صالح الدعم السريع الآن طيب دكتور محمد فشلت جهود السعودية وكذلك مصر وكذلك الولايات المتحدة في إيجادة هدنة تساعد البلد على التقاط أنفاسه لماذا فشلت هذه الجهود في تصورك؟ فشلت لأن الجانب الآخر هذه الماليشيا رقضت الاتذام بما وقعت عليه وبما توافقت عليه أمام ما يسمى بالوسطاء موثل في الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وعلى رؤوس الأشهاد أنها قد وقعت على اتفاق هدنة ولم تلتزم بما وقعت عليه من قنوات ضمن هذا الاتفاق ولذلك لا يمكن أن هذه الماليشيا رقضت تماما وأكدت أنها لا تتمتع بأي مصراقية أو أن أي عملية تشوية مع هذه الماليشيا فيما يتصل برقب إصلاق النار أو فيما يتصل بدخول إلى هم جديدة أو غير ذلك أمر تشير به كثير من الاستفامات حول جدوى هو إمكانياته وإمكانية إلتزام هذا الصرف بما يمكن أن يوقع عليه خاصة عن هذا الصرف الآن قد فغد قيادته تماما فقد الصرف الأول بشكل كامل الآن ما تبقى من قوات هذه الماليشيا يتصرف بشكل يكاد يكون بعيدا عن أي قيادة مركزية لهذه الماليشيا وبالتالي تمت مواقف وعد داخلي يعطل حركة هذه الماليشيا في المضي في أي طجاح يمكن أن يحقق خذنا أو وقف إطلاع النار طيب دكتور علي تحدثت عن أن الحسم لابد أن يكون من الداخل كلام طيب لكن لا يمكن إنجاز حل ناجز ونهائيا في الداخل بمعزل عن المؤثرات الإقليمية والدولية أريد أن أسألك عن تصورك لأي دور إقليمي أو دولي محتمل في إنجاز الحل أو وجبة وجبة الحل السودانية في المرحلة المقبلة إذا صح التعبير نعم يعني أولا يبغي أن نشير أن المصالح الخارجية متقاطعة يعني الخارج ليس على اتفاق هناك معسكر خارجي يجد نفسه مؤازرا لقوات الشعب المسلحة الجيش السوداني ودول أخرى يعني هي ساندة للدعم السريع ولكن الذي يعقد المشهد أنه في بعض الدول خصوصا في الغرب تجد نفسها وهذه المفترض أنها تكون الأعظم تأثيرا هذه الدول تجد نفسها منقسمة في توزيع سندة للأطراف المتقاتلة في السودان وذلك لأسباب ربما يطول شرحها ولكن هم لا يريدون نصرا يعني أنا أتكلم هنا عن أمريكا بالتحديد لا تريد نصرا ليدعم السريع ولكن هذا يعني بالتالي نصر للقوات المسلحة والأمريكان ينظروا إلى هذا بشيء من الحذر لأنهم عينهم على التيار الشعبي الذي يسند القوات المسلحة وهي تظن أنه تيار محافظ وهي ليست حريصة على أنه يعود هذا التيار مجددا إلى واجهة الأحداث والمشهد السياسي في السودان الأمريكان استثمروا زمنا طويلا في مجموعة الحرية والتغيير والتي توافق من نواحي عديدة الهوى الأمريكي ولذلك يعني يجد الأمريكان أنفسهم في حرج الآن لأنه الدعم السريع أصبح ظهيرا عسكريا لقوى الحرية والتغيير لكن معذرة بيتر علي المجموعة الإفريقية طالما كانت عاملا حاسما ومؤثرا في إيجاد الحلول للنزاعات في القارة الإفريقية لماذا توقف قطار التأثير الإفريقي في المحطة السودانية برأيك؟ الله اسمح لي أن أختلف مع هذا القول لأنه المجموعة الإفريقية عجزت في كثير من الأحيان وأنا أتكلم هنا عن الشأن السوداني بالتحديد يعني كان عجزها بينا في أنه تجد حلولا لمشاكل العديد من الدول في إفريقيا والسودان هو المثال الأوضح بالنسبة لي وذلك يعود سنوات طويلة إلى الوراء ولذلك أنا أظن أنه الضغط الذي يأتي عبر المؤسسات الإقليمية وهذه لأنها مقيدة بقيود دبلوماسية عديدة يكون شكليا في الغالب وهي تستثمر في المجهودات التي تحصل من بعض الدول ذات المصلحة والتي يعني تعمل أجدتها وراء الأبواب ثم عندما يعني تنضج الثمرة يقدم هذه المؤسسات الرسمية كالاتحاد الإفريقي أو الأمم التحدة أو الإيقادة وغيرها يقدمها باعتبارها هي الواجهات الرسمية للإقليم ويخرج الحل من خلالها ولكن أنا لا أظن أنها هي المؤسسات الفاعلة في التأثير على إما مجريات المعركة أو حتى التفاوض الذي يجري بين الأطراف المتصارية لذلك أنا لا أظن أن المؤسسات القارة عندها القدرة على أن تحسن هذا الأمر عجزت من قبل في مواقف كانت أسهل وهي أعجز الآن في هذا الموقف العصيب طب دكتور محمد ربما القوى الدولية تنتظر وصول مستوى القتال وطبيعته ووضع السودان بشكل عام إلى درجة معينة حتى تجد نفسها مضطرة للدخول بقوة للتأثير على أي حل متصور برأيك ما هذه الدرجة التي ينبغي أن يصل إليها السودان من القتال ومن سوء الأوضاع حتى تتدخل الدول الخارجية وكم يبعد السودان عن هذه الدرجة؟ أنا في حقيقة ما أمر أعتقد أن تدخل الخارج بأي طريقة كان يزيد الأمر تأذيماً ولا يسهي في إيجاد أي حل هذا الخارج جميلة حلول الأجناء المماثلة التي تشهد بالسودان سولت جنوب السودان اشتعلت فيها الحرب لأكثر من عشرة آوام بالليبيا ما تزال الحرب فيها تأكل أطراف منذ أكثر من عشرة آوام كذلك يعني أين أفلح الخارج بإطفاء الحرعية وإيقاف الحروب في أخطارنا الذي كان على المسرحة الإفريغية والخضاء الإفريغية أو في الخضاء الأسيوي هذا الخارج يشغل الحروب ولا يطفئها الحروب وبالتالي التدخل الخارجي أين كان شكله وإن كان على مستوى تياتي أو على مستوى غير تياتي يضفي على الحرب مزيد من التعزم ويضفي على الأوضاع مزيد من التحقيد وبالتالي التعويل على الخارج بأي حال من الأحوال هو تعويل على طراب أي الحل في الداخل وليس الحل في الخارج الحل في أن يعظم الشعب السوداني من تماسكه هذا ومن قدرته على المدافع ليتمكن من تحرير ما تبقى من أرض الخرطوم ومن أحياء الخرطوم السكنية ومن تحرير منازل المواطنين بمساعدة الجيش هذا الذي يجب أن يكون في هذه المرحلة هل تلحظ دكتور محمد أبقى معك هل هناك لدى الجيش تصور واضح حتى في الناحية العسكرية هل هناك تصور واضح أو خطة إذا جاز لنا أن نقول خطة متكاملة المعالم لكيفية إنجاز حل عسكري للبلاد الجيوش بطبيعة الحال لا تعلم عن خطة وهذه الخطط العسكرية تكون سرية يعلمها القادة ويعلمها المسؤولين عن تنفيذ هذه الخطط ولكن أداء الجيش على الأرض الآن خلال الشهور الثلاثة للماضية كان أداءا جيدا دفع المواطنين للتحام مع الجيش ودفع المواطنين كذلك إلى التطوع بعشرات الآلاف عشرات آلاف المواطنين تطوعوا للدفاع عن أرضهم وعن أموالهم وأعراضهم والقتال إلى جانب الجيش في هذه المرحلة وبالتالي لا منظر أن يعلن الجيش على الملأ خططه حتى يناقش فيها ما لا صلة له بهذه الخطط تمت ثقة كبيرة تمت رجاء كبير من الشعب السوداني في كل أرجع السودان في هذه المعافلة التي تؤدي أداء مرضية حتى الساعة دكتور علي بالنظر إلى طبيعة التحولات الآن في المنطقة وفي العالم إلى أي مدى تلحظ وجود رغبة إقليمية ودولية لإيجاد حل في السودان مهما كانت طبيعة هذه الحل لا هذه الرغبة موجودة طبعا يعني القتال المستمر أنا لا أدري أي دولة ستكون حريصة عليه ولكن طبعا استدباب الأمر للجهة أخرى هنا تتباين المواقف لأن بعض الدول ستفضل طرفا والبعض الآخر سيفضل طرفا لذلك أنا أظن أنه تقريبا كل الأطراف الضالعة والتي عندها مصلحة في السودان مصلحتها في استدباب الأمر وانتهاء القتال ولكن لأي طرف هذا يعتمد على الدولة المعنية ويعتمد على المصالح المرعية لهذه الدول هناك أنا أعلم أنه ربما بعض المحللين يظنون أنه استمرار القتال في ذاته هو مصلحة لبعض الجهات ولكن أنا أظن أن هذا التحليل غير صحيح يعني استمرار القتال لن يولد إلا معاناة للسودانيين شديدة وهجرة مستمرة هذا سيكون فيه ضغطا شديدا على دول الجوار المجاورة حدوديا وسيكون فيه ضغط على الضمير العالمي إن بقي فيه نض للمأساة التي حصلت في السودان الآن لذلك أنا لا أرجح القول أنه استمرار القتال مفضل كخيار عند جهة ما طيب أعودي أختم مع الدكتور محمد عودة إلى الخطة أو الرؤية التي سألتك عنها قبل قليل وربما تكون مرتبطة في بعدها السياسي أنت تعرف أن الدول الإقليمية وحتى الدولية متناقضة المصالح في السودان أي رؤية سياسية يمكن للجيش أن يطورها للإفادة من هذه التناقضات المصالح في داخل السودان بما يخدم رؤيته للحسم يعني خلينا أولا وأذكر على حقيقة مهمة أن المعركة العسكرية في بعدها العسكري الحقيقة الأمر أصبحت من الماضي الآن المعركة معركة أمنية والمعركة لديها معناوية أخرى غير المعركة الأمنية هناك معركة سياسية ومعركة درجوناسية ومعركة إعلانية كذلك وبكل الوضوح والخراحة أقول أن أداء الجيش في المعركة العسكرية كان مرضياً ولكن أداءه في المعاركة الأخرى يتسم بالشيء من الغموض وشيء من البطء ولذلك هذا الذي يجب أن يشتغل عليه المجتمع كذلك حتى يدفع برؤى جديدة فيما يتصل بالمعالجات في المسارات المختلفة السيبرماتية والسياسية والإعلامية وغيرها لأن ذلك بكل تأكيد ينعكس على الأداء في المسرح المعالجة الأمنية التي يعمل عليها الجيش في هذه اللحظة طيب المعالجة الأمنية والعسكرية لماذا تغيب المقاربة السياسية عند قيادة الجيش؟ أنا لا أستطيع أن أقول أنها غائبة ولكن أقول أنها غامضة الجيش الآن يركز بشكل كبير على المعالجة الأمنية على المعاركة الأمنية بعد أن حتم المعاركة العسكرية ولم يفتح في ذهنه فيما يتصل برؤيته الخاصة بالمعالجة السياسية أو الرؤية السياسية نعم أشكرك دكتور محمد ختاماً وشاهدي الكرام أشكر ضيفية الكريمين كان معنا عبر سكايب من لندن الدكتور علي عبد الرحيم أستاذ الأستاذ في كلية الدراسات الاستشراقية والإفريقية وعبر زوم من العاصمة لبنانية بيروت الدكتور محمد حسب الرسول الكاتب والباحث في الشؤون الإقليمية في حراسك الله اشتركوا في القناة